السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديدة على قناتي وقناتكم سنة بيوتين إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب أول حاجة كان بغي أن تشكركم على وصولنا لـ 80 ألف مشترك شكراً 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 جزيلاً لكم لإخطكم إليا وإن شاء الله بمسانتكم وبدعمكم غادي نوصلوا لـ 100 ألف مشترك ما بقى شينا بزاف كانت منى على أنكم تستمروا في الدعم ديلي وتبرتجيوا القناة وإن شاء الله كنت لكم بدعمكم المستمر إن شاء الله سنوصلوا إلى عائلة دينا ستتكبر فيما يخص فيديو اليوم سنقدم لكم واحد شراب اللي هو من سنن سيد الخلق كان موعتمد عنده وسبحان الله فيه إعجاز علمي وعنده بزاف ديال فوائد بطبعة الحال فهو من سنن المأخوذة عن الرسول وفي طبعة الحال ما كيجي من سيد الخلق إلا الأشياء المفيدة الشراب اللي سنقدم لكم اليوم فيه مجموعة 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 من الفوائد ما غاديش نقولها لكم كاملة لأنه غادي تخصنا لها ساعات طوال باش نفصلها لكم كاملة لهذا اخترت لكم واحد نبدة قليلة اللي غادي نهدر لكم عليها في فيديو ليوم شاء الله ونشارك معكم هات شراب طبيعة الحال من بين الفوائد جلو أنه كيخفض ضغط الدم كيزيد نسبة الدهون الحميدة وكيخفض نسبة الدهون الخبيطة كيمنع تصلب الشرايين كيمنع تماما الخلايا العادية من أن تصبح خلايا سراطانية يعني اللي غادي يدوم على هذا الشراب هذا ممنوع منع كلي أنه يتصاب بمرض السراطان كيقوي كذلك المعدة والأمعاء والكبد كيفتت الحصى ديها المرارة وكيحسن الصحة ديها كيهدى الحالات النفسية كيينشط الإفرازات دي الجسم وكيمنحو الحيوية والطاقة كيقلل جميع الالتهابات أي التهاب كي يقوم بتقليل دياله كذلك كيساهم في القضاء على الإمساك الناس اللي كيعانون هاد المشكلة هدا وكيطهر لهم القولون كيحافظ على مستويات السكر وكيزيد الكوليستيرول الجيد في الجسم وكيخفض الكوليستيرول الدار وصدقوني هادي ما كانت إلا نبدأ خفيفة على الفوائد الكتيرة والكتيرة دياله ندوز مباشرة باش نكتشفو شراب سيد الخلق قبل ما نبدأوا باكتشاف مكونات شراب اليوم كان عرض عليكم تنضموا العائلة الجنس ويوتيوب بالضغط على زر الأحمن الموجود أسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصوش كذلك انكم تعلو خاصية الجرس هدى المرحلة جد مهمة باش يوصلكم إشعار بجديد فيديو هاتي إنفون حتا وما نزور دعمونا بلايكات جاركم هدي أهم هاجة وغزيم دواء على بركة الله باكتشاف مكونات الشراب المعجزة فيه مكونات أولا بالأحرط لا تزعي المكونات المكونات الأول هو زيت الزيتون المكونات الثاني هو العسل ويشترط فيه أن يكون عسل نحل طبيعي وآخر مكونات معناه اللي هو الماء المكونات وبنسبة لطريقة تحضيره جيد سهلة غادي ناخدوا كاسة زي الماء من الأفضل على أنه يكون ماء معديني أو لا تكونوا ماء اللي سبق لكم غليتيا ويتخليوا حتى يبرد واضفوا لهم ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عسل نحل طبيعي غادي تخلطوا الكل وغادي تشربوا هاد الكاس هذا غادي تدوموا إليه دائما كل يوم تشربوه على الراق هذا فيما يخص الأيام العادية أما بالنسبة لأيام رمضان احنا مقبلين لرمضان الكريم فيمكن لكم تشربوه آخر حاجة وتنعسوا سواء هاكا في الأخر في العشاء يعني الناس اللي متى تسحروش وللناس اللي كيتسحرو حتى تسحرو ويشربو ذاك الكويس ديالهم وكيف قلت لكم غادي تلاحظوا الفرق بين نفسكم سواء على الصحة ديالكم وكذلك على البشرة ديالكم حتى هي غادي تتغير لأنه البشرة ديالتنا كتعكس داتنا من الداخل فإذا كانت داتنا سليمة أكيد غادي تكون البشرة حتى هي سليمة ما غاديش نزيد كلام خور يكفي أنني نقول لكم شراب سيد الخلق هنا غا تكون ثلاث فيديو اليوم كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب تلكم وتكونوا استفتوا معي كنحاول دائما نبحث ونجيب لكم كل ما هو مفيد وربي على ما أقوله شهيد سنتلقى إن شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم تهلاوا في ريوسكم كان بغيكم بزاف واشركم بروكا ورمضان مبارك كريم إن شاء الله يدخل لكم صحيحة والسلامة بكل ما كنتمنى بسلام عليكم